مساء الخير او صباح الخير يا برج الاسد اه حسب الوقت اللي هتشوفني فيه ان شاء الله. ازي احوالك يا برج الاسد يا رب تكون دايما بخير وبساعدة دايما. احوالك اي انا شايفك اهود دفول يعني من غير اي حاجة انت سعيد. ومنطلق كده وحياتك جميلة ممكن تكون مش في علاقة عاطفية. اه ممكن تكون لوحدك هذه الفترة. اه ممكن تكون برضو خارق لسه خارج من علاقة او بادئ علاقة. خلينا هتشوف برضو اللي وراك. ده انتبه وراك الفور اف بانتاكيلز والنايت اف سورس. في حد اه متابعك وبصص عليك من بييد على فكرة برج الحمل وانت واقف على الصخرة كده وبصص للشمس والهوى والمية. في حد متابعك ممكن وبصص عليك. ده مش بصص عليك بس ده ده متمسك بيك كمان. وممكن تكون انت مش عايز اه تخش معه في علاقة. او انك عايز تبدأ مع علاقة. ده اللي هتشوف دلوقتي. طب خلينا نشوف طيب لو انت ممكن تكون في بداية جديدة يعني. ممكن. خلينا نشوف طيب اه مشاعر الحبيب. شايفك ازاي? اه مش بقولك بصص عليك. اه بصص عليك وهو فعلا شايفك نجمة. برج الاسد بجد من الابراج اللي لما بعملها اقراقها لازم يطلع فيها ستار. ليه معرفش? طبعا انت ستار. بس انت معقول يعني ايه حد يشوف طيب اللي هو واو. ده مش ده ده بني ايدم معانا. طيب لو زعلان منك زعلان ليه? او متدايق مسلا. شايف العلاقة ازاي? ده بقى بص ده معجب? معجب بيك ما بقولك بصص عليك وانت بص وقف على الصخرة. انت شكلك كده بتبهر الناس. الا ايام دي. بص احنا في الشتا ووقف جنب النهر ولا همك ولا همك. متكتكين هنا وانت ولا همك. اه ممكن تكون واحدة وانت واحدة واجزابة قوي 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 وهز الشخص معجب بيك قوي. طيب اه نيته الداخلية وما يزهره. وهز الشخص عامل ايه في حياته? طيب هاو مبدئيا انت شكلك مش في علاقة ممكن يكون ده اعجاب. ممكن حد اعجاب. او شخص بيكلمك دلوقتي. اه ولكن بيلمح لك من بعيد انه معجب بيك. القرارة دي تكون ممتعة لحد ما يعني. طيب. اه مبدئيا هزا الشخص مشاعره اين? اه ممكن نقول انه هو مسده لك. ومشاعره مسكه في ايده كده عايزي يسلمها لك نفسه يديلك المشاعر دي. اه ممكن تكون بتتعامل مع حد برج ترابي. اه ممكن تكون برج حمل بتتعامل معي. انه عندي هنا. يعني بفتقد برج الحمل اصلا. اه دلو. وكمان اي تاني. وميزان مسلا. اه برضو ده برج الحود. زين جيتمان برج الحود برضو. طيب اه كوين اوف باندكالز. اه هزا الشخص بيحبك على فكرة. ولكن حب بطريقة غريبة شوية. ازا الشخص عايز يمتلكك. مش امتلك وحش. ولكن بص عايز يمسكك زي ما هو مسك الحاجة كده بص كل حاجة يمسكك. هو عايز يمسكك لان انت مفيش حد بيمسكك. انت لوحدك كده طاير. بصص بعيد ومش عايز حد يجي جنبك. او مهتمة او باعمالك وبشكلك محلوة او انت برج الاسد الفترة دي سواء رجل اوسد. محلوة يعني عملت حلاوة علينا. فازا الشخص عايز يمتلكك باي صورة من الصور. سواء خطوبة زواج علاقة. لان هو شايفك انت زي النجمة ستار. شايفك زي النجمة بالزبط. وبص حتى هنا لوحدك برضو. يعني زي ستار هنا شخص لوحده. وبردو هنا شخص لوحده. فممكن تكون انت حاليا مهتم بانجازاتك قوي. ومش مهتم بيها بس انت مهتم بيها ومحقق نجاحات. فهذا شخص مبهور بيك. فهو عايز يمتلكك او يخلي مشاعره مستقرة. يقول هاي لك مسلا يقول لك انا معجب بيك وعايز واحد اتنين تلاتة معيك عشان نبدأ اعلاقة مسلا. آآ طيب هو زعلان منك. لو زعلان منك زعلان ليه? ممكن يكون زعلان منك لانك موقف العلاقة. انت يا برج الاسد مهتم بانجازاتك الماندية فقط. هو زعلان لان مفيش تساوي في هذه العلاقة. اش حصل ده معجب بيك اعتقد وده بنسبة تساوي في الماء. دي آآ علاقة تراش. آآ حد آآ هو صرح لك بيعجيب واعتقد بالفعل وقال لك انا مش اسجيبك مسلا. اخلاص بقى انا احبيتك وليس وانت ما زالت في مسلا عيش لوحدك. خلاص. عادي. معجبين كتير يعني مجاتش على ده مسلا او مجاتش على دي. فهو شايفك ان انت معلق الموضوع بص برضو لوحدك. برضو لوحدك. يعني انت برضو لوحدك يا في الصورة. ومختار طريق تاني غير طريق الحب. مختار ان انت تسلك مسلا طريق النجاح الفلوس. آآ تخلص دراستك او تخلصي كليتك. تخلصي شغلك. تترقف شغلك او تترقى انت او هي تترقى. والا لقى منكم مش متوازن. مش عايز تدي بتاخد معان. ممكن تكون مسلا ما بتردش عليه مسلا فترة فترة لا. بتتمل في العلاقة. فواز علام منك بانك معلق الموضوع لانت عارف تقرب ولا بتبادئ. مرة بتدي. مرة ما تديش خالص. مرة تتكلم. مرة ما تتكلمش خالص. ارحم هذا الشخص يا برج الاسد. ارحمه. ارحمه من من جبروتك. هو برج الاسد بيحب يزبط نفسه على فكرة في العلاقات دي مش عاجباش. لكن هو برج الاسد. يحبه لما يخش علاقة. يحس يحس كده ان اللي قدامه عايزه. ويتهافت عليه. طيب اه هو شايف العلاقة ازاي? شايف ان العلاقة دي علاقة جميلة قوي. وهي نقصها بس كوبية واحدة ويجيب المأزول. والله لان بعد الورقة دي هي تنقف كبس اتنين من جاوزين. فهو عاز الشخص انت بالنسباله بستار. الامنية الغالية على قلبه. فهو لو العلاقة دي ابتدت. فهو قد حقق الامنية العاشرة بالنسبالي. هو تقريبا ازاي شخص مستقر ماديا. واعماله كلها مستقرة. وعنده الشقة. ودهنها. وكل حاجة تماما. هو بس الناس انت العروسة تاخذ المفتاح وتخش الشقة. بس. او العريس دي خلاص يجيب اي قرى الفتحة مع بابا وخلاص. فانت الامنية العاشرة او انت الامنية العاشرة. اه مش بقول لكم الاقراءات تاعت الكراش دي بحب بقى بصراحة يعني. تظهر الكراش دي بحب بقى بصراحة يعني. كده في نص الحباء. لا يبقى. هو نيته الداخلية ايه هو عايز اشتغل معك في العلاقة. ومش عايز يبقى مثلا يعني ميكونش فيه ياخد ويدي معك. لا هو عايز عايز اشتغل في العلاقة هو مستعد انه يبزي المجهود عشان يلفت انتباعي. بس انا قبل ما اشوف الورقة دي انا عايز اعرف انت آآ ليه مش عايز ترتبط بيه. او مسلا مأجل الموضوع. هل انت اصلا معجب بيه او منجزبله. هل نشوف. هنقفشك يا برج الاسد. والله يلاقفشك. هل انت يا برج الاسد كده لطيف منجزب على هزا الشخص وغيره. اه والله انا خايف اكون مش منجزبله بس انت شكلك كده. لا انت منجزبله. انت منجزبله وهو عجبك. على فكرة الشخص ده ترابي. او شخص بالفعل هو غني. او شكله حلو وجذاب. ولكن انت عارف انت آآ آآ لو انت حد بيتفرج على برج الاسد وبرج الاسد بيعمل معك كده. برج الاسد مو عجب بيه جدا. وعلى فكرة عايز يديك يا كوباء. آآ بس برج الاسد بيعمل كده عشان يعني بيتدلع. انت ممكن تكون بتدلع على هزا الشخص اللي هو خلاص بقى. آآ ما تبص كده يا عماد لا. آآ برج الاسد بيتدلع. انت يا برج الاسد بتتدلع الشخص ده هو عجبك جدا. ودخل دماغك قوي. داخل دماغك قوي هزا الشخص. لو انت راجل فالبنت دي اخلق دماغك قوي. بس انت مش عايز تزهير له ده. يمكن في الوقت الحالي. او عايز تبايله انه اول ما مش فاضل والله العلاقات خالص. تماما يعني. العلاقات دي اخر حاجة عندي بقى. انتخطب امتى بقى. ممكن تكون بتحب انك ده فيه فيه ناس بحب تمط في العلاقات. يعني مسلا الاعجاب ما ياخدش الا شهرين لأ هو ياخد تلاتة اربعة خمسة. بس هي علاقة جديدة يعني. وهو معجب بيك وانت كمان معجب بيك. بس مش عارفة انت بتعمل معا كده ليه. آآ طيب هو هيزهر لك ايه؟ هو هيزهر لك آآ ثريو فوند. ده هيتخنق معاك. ده هيجيب نس يتخنق معاك كمان. لا 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 الشخص ده مش سهل خالص. طب مش هيسيبك على فكرة. آآ لهلمك يعني. بص انت 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 عامله خرم في دماغه هيبرجلاسة. خرم. كبرياءك عامل للراجل او للبنت دي خرم في دماغه. بص. مش عارف ينام او مش عارف اتنام. مش عارف يسيطر عليك. عايز يمسكك من حتة مش عارف. ناوي يعمل معاك ايه؟ هو ناوي آآ يحط النقط على الحروف. يعني هيجي في مرة يقولك آآ هو انت عايز ايه؟ انت عايزني او انا مش عايزني. هو هيوقف وقفك كده مع النفس ويجي يقولك انت عايزني او انا مش عايزني. عايزني هفق معاك. مش عايزني هنسحب والله يا ابن الحلال انا رجل عندي شغلي. عندي اولوياتي وعندي علاقاتي وحاجاتي كلها. انا والله عجبت بيك ودخلت البيت من بابه. او من شباكه. يعني. عن طلاف الدول الارضي ممكن يقول الشباك عادي من نخش منه يعني. مش موضوعنا. مش موضوعنا. لكن هز الشخص هيوقف يقولك آآ انت عايز ايه؟ عايزني اتقدم ولا عايزني؟ انا شي بصيب لك العلاقة خالصة. هو ممكن تحدث مشدة ما بينكو لكن هتبقى كويسة وهتنتج بثمرة حلوة. يعني شخص ده زي ما يكون هيخرج اللي جواته. احذر منه بابر جلاس. انت لو ما خد ان انت معجب بيه ممكن يخليك يوصلك لمرحلة انت تقوله انا معجب بيك. والله يمعجب بيك بس ما تمشيش. لان هو عايز يعرف حيات مشاعرك. عايز يفكك من الربطة دي. هتقول بقى رابط لي بقى في الليلة دي مش هنخلص. فهيتخانق معاك بس خناقة وهمية يعني مش خناقة حقيقية. هي خناقة القصد منها خير. ان هو يعرف انا موضوعي ايه في العلاقة. آآ حياته ماشية ازاي؟ حياته ماشية بالميزان ده الرجل ده او شخصية دي سواء بنت او ولد. هز الشخص ميزان حياته بالميزان. العلاقاته اشياء كله لها بالميزان. فهو كمان مختارك انت كمان بالميزان. يعني هو كمان يعني عينه وقعت عليك واختارك وعايزك. هتقبل يا برج الاسد ولا لا? تعالي شوف طب نصيحة التاروليك. يمكن تكون خايف. بس انا حاساتك بتدلع. ما انتش واحد خايف يعني. شوف نصيحة التارول برج الاسد. من شكلك خايف بقى وانا ظلمتك ولا اين? انت خايف على فكرة من هزي العلاقة. وماشي ببطء وتكاد تكون مش ماشي اصلي. يعني انت كاد تكون واقف على الحصان ومش ماشي. طب بص بقى برج الاسد. انت كنت خايف من هزا الشخص. فهزا الشخص الحقيقي جدا. بيحبك بيحبك. يتمنىك يتمنىك. عايز ايه? عايز علاقة جدية معك. فارجوك ما تظهرش اشياء عكسي ما بداخلك. بمعنى. وانا هفضل اقولها هفضل اقولها طول عمري. يا جماعة ان كنتوا خايفين? قولوا انا خايف. قولوا انا خايف. ليه? ليه? عدم ازهار الحقيقة للطرف اللي معاك بيخليه يتوهم اشياء. يعني هو دلوقتي حاسس بانك متنك عليه. وان انت مرخيرك فوق ومش عايز ترتبط بيه. ومعانك ممكن تكون شايفه هو كمان حد جميل جدا وعايز ترتبط بيه. خايف قوله والله انا بخاف من العلاقات. بص انا بخاف من النهاية اثبت لي بقى ان النهاية تبقى حلوة. خليه بقى يجي بقى يشوفها يثبت ازاي. بس هزي الشخص جد جدا. ومستعد ان يبني معك هزيه العلاقة. فلو انت هتتنك عليه ارجوك توقف تماما عن هزيه الحركات. طيب اه العزاب من القاعدم في الطريقة? اه في حد من الماضي يا برج الاسد. وبيفكر فيك قوي. ممكن يكون برج العزراء. وممكن يكون برج مائي. اه هو الحقيقة مش هقول قادم في الطريقة لان هنا واقف. هو واقف خالص. اه بس لو انت كعازب انفصلت عن حد فهذا الشخص ندمان عليك اوي اوي اوي. ندمان عليك اوي. اه هي جد كده بقى ان هو هو مش جاي همش هيجي. لكن هو اه قاعد لوحده كده. وبيراجع ذكريات العلاقة ووقت الانفصال وليه حصل اصلا الانفصال ما بينكو. اه هل هو يتقدم ولا لا اعتقد لا في الفترة دي بالتحديد. لان هو ندمان اوي اوي عليك. وماسك الكوبات بتاعته وعمل يقول يا طرح هيرجع. يقدر يرجع عليك. هو عايز يرجع. عايز يلف دهره وبص يبص على كوبيتين ويجي لك. بس هو مش هيقدر. اه هو تعبان نفسيا على فكرة. اه ان كان ان شخص ده لك ممكن يكون شخص ده ظهر لنا. عشان يجيب لك رسالة. هنشوف رسالة الشخص ده لك ايه? ان هي كده. هو عايز يقول لك حاجة. المنفصلين يا جماعة. او العزاب بس ليهم معلاقة سابقة يا. يا الهربية ده ضعبان اوي. ده عايز يقول لك انه زعلان فعلا. وفرائك سبب له جرح في قلبه. لو في حد من برج العزراء او برج مائي. حوض سرطان عقرب او اي برج مش مشكلة. اه من الماضي انت يعني سايبه بقى لك فترة. بس الشخص مجروح اوي. وعايز يقول لك انه تعبان من غيرك اوي. اوي يعني. ونفسه يتقدم نحوك. لكنه شاعر بان خلاص كل شيء بخ. كل شيء انت. شوف انت هتعمل ايه برج الاسد. طيب. لان شخص ده تعبان اوي. اويا. اه. ان الورقة دي كانت ازاي ان يميزه فهو ممكن يكون برج هزراء أو بحركات بطيئة شوية في العلاقات